فمصطلح الجمهور في أصول الفقه أصول الفقه هو علم آلة يقصد به العلم بمنهج استنباط الأحكام كيف أستنبط الأحكام؟ عندما نعرف كما عرفه الإمام البيضاوي رحمه الله رحمة واسعة قال هو معرفة أدلة الحكم الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها ومعرفة حال المستفيد وضع ثلاث عناصر رئيسة معرفة أدلة الفقه إجمالا قرآن والسنة والإجماع والقياس والاستحسن والعرف وشرع من قبلنا ومذهب الصحابي وسد الزرائع أو فتح الزرائع هذه تسمى مصادر التشريع أدلة الأحكام مصادر الأحكام فقال معرفة أدلة الأحكام إجمالا وكيفية الاستفادة منها كيف نستفيد منها؟ نستفيد من أدلة الأحكام بوسيلتين الوسيلة الأولى وهي اللغة العربية اللغة العربية تعطيني خريطة للتعامل مع النصوص إما عن طريق فهم الدليل عن طريق العبارة أو عن طريق الإشارة أو عن طريق فحو الخطاب أو عن طريق دلالة الاقتضاء أو دلالة النص وإما عن طريق مفهوم الموافقة أو مفهوم المخالفة مفهوم اللقب مفهوم الصفة كل هذا داخل اللغة العربي وأيضا عن طريق معرفة المقاصد والأهداف والغايات وعلى للأحكام هذا علم كبير وباب واسع يحتاج إلى أعمار وإلى أن يفني الإنسان فيها سنين كثيرة ابن الجوز يقول مكثت عشرين عاماً أقرأ عشرين سنة يقرأ فقط حتى قرأ ما يساوي عشرين ألف كتاب في عمره كله وقد بلغ الثمانين وما فوقها عشرين ألف كتاب وليس متين وخمسين ألف ولا نص مليون كما يدعي البعض يعني أحياناً يجلس أحدهم فيهرف بما لا يعرف ويظن أن فر أوراق الكتاب هذه قراءة هذا نكش أطفال ولعب صبيان لكن الإمام في القراءة كان يجلس ويعتزل الناس ويقرأ ولا يقطعه عن القراءة إلا أداء الفرائض رضوان الله عليهم أجمعين مكث في هذا العمر كل عشرين تمانين عام عشرين ألف كتاب ثم ألف للأمة موسوعات رضي الله عنه الشاهد أن أصول الفقه مصطلح الجمهور فيه يقصد به أكثر الأصوليين من المتكلمين لأن أصول الفقه له منهجان منهج المتكلمين وعلى رأسهم الشافعي ومالك وأحمد ومن سار على ضربهم ومنهج الأحناف وهو منهج خاص فيأخذ برأي الجمهور أي برأي أكثر علماء الاكتهاد والبحث والنظر معنى الفهم الجمهوري الذي أقصده أو الفقه الجمهوري هو هذا الفقه الذي يشترك فيه جمهور الناس يشترك جمهور الناس في معرفته فلا يكون مختصا بقوم دون آخرين عكس الفقه الجمهوري فقه النخبة أي فقه الخواص ففقه النخبة هو الفقه الذي يختص بمعرفته مجموعة معينة دون سائر الناس وكما يقول الإمام الشاطبي في هذا الأمر إنما يصح في مسلك الأفهام والفهم عبارة رائعة يقول رحمه الله ورضي الله عنه إنما يصح في مسلك الأفهام والفهم ما يكون عاما لجميع العرب وهذه نقطة رائعة العرب نزل القرآن بلغتهم وتتنوع بعض مفردات لغتهم فنزل على سبعة أحرف ليستوعب عموم العرب وعموم القبائل العربية رضوان الله عليهم أجمعين فيقول رحمه الله إنما يصح في مسلك الأفهام والفهم ما يكون عاما لجميع العرب فلا يتكلف فيه فوق ما يقدرون عليه بحسب الألفاظ والمعاني إذن لا تكليف إلا بمقدور وهذا المقدور يجب أن يدور في فلك فهمهم ما يفهمونه جميعا ولا كما يفهمه الخاصة فقط كمن يجلس اليوم على مائدة البحث من علماء الحداثة أو الملحدين أو الزنادقة كما أريد أن أنبه اليوم لا بد من أن نشهد الهمم بمقاطعة من ينشر الإلحاد كلاما أو إعلاما أو أفلاما أو منتدى لا بد من إظهار وكشف السثر عن هؤلاء ثم مقاطعة ما يفعلون وإلا سنكون مشاركين معهم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم أمرنا بالإعراض عن أمثال هؤلاء أدعو الله أن يهدينا وأن يهديهم إلى طريق الله المستقيم فيقول الشاطبي رحمه الله فلا يتكلف فيه فوق ما يقدرون عليه بحسب الألفاظ والمعاني فإن الناس في الفهم وتأتي التكليف فيه ليسوا على وزان واحد سبحانك ربي المعنى ينزل للكن لكن من يدرك المعنى ليسوا سواء ليسوا على وزان واحد ولا متقارب إلا أنهم يتقاربون دائما في الأمور العامة أو كما يقول بالنص إلا أنهم يتقاربون في الأمهور الجمهورية وما والها أي الأحكام العامة التي تجمعهم وعلى ذلك جرت مصالحهم في الدنيا ولم يكونوا بحيث يتعمقون في كلامهم ولا في أعمالهم إلا بمقدار ما لا يخل بمقاصدهم موسيقى موسيقى